المهم نرجع بقى ايه للمسجد الاقصى فبعد بقى لما اختار الفترة واختار اللبن و اكتشف بقى ان اللبن بقى هو العيال بترضع لبن مابترضعش مارتيني ابتدت بقى رحلة المعرك قالك ايه المعرك ده المعرك ده يعني الطلوع سلم كده طالع من الارض الغاية السماء بقى السماوات والهالثلاج والسلم بقى ايه ده مترصع لقلق بقى وفي ملايكة بقى على يمينه وعلى شماله في استقباله احسن خلق الله و الملائكة كانت بتسجد الادم و البنى عدمين دول احسن واحد فيهم مين الرسول صلى على صلب مش عارف كتين الملائكة بقى اللي هي بتاعت جيزوس دي اللي هي عندها جناح بيغطي بتاعها وجناح بيطير بي ويطنعها بيفهمش مش عارفش شكلهم ايه مش حاجة مهمة ايه فتلعوا بقى على السلم مفيش بقى اصنصير ولا الكلام ده بيطلعوا على السلم احنا بنطلع اربعة دوار بيغم عليهم ده تلعى على السلم بقى لحد السماء الاولى ماتعرفش قعد كم سنة ضوئية الحاجة وبعدين بدفع من الناس اللي تقول قعد كم سنة ضوئية السنة الضوئية مدتها سنة السنة الضوئية دي مسافة خلص أيضا عما علي بقول لك ده فرق ابني هيعد سنة ضوئية سنة ضوئية يعني هيعد سنة سنة هيعد ديكة ضوئية هيعد ديكة مفيش حاجة اسمعها ديكة ضوئية يعني مسافة مش زمن مش مهم فقعد ده الدقاء يطلع معرفش كم دور بقى اللي تلاقيهم دول عالسلم ربنا ده نيتن نيتن يعني انتبهات أسانسير ابعت له بدل ما تبعت له جبريل وجبريل الزهر ما بقدرش يشيره ولا عمل 600 جناح ومش قادر يشيره وطلعه لازم يطلع عالسلم كان ابعت له الشيطان يطلعه بالزراط يركب دهر الشيطان وديها واحدة زارتها محترم كان طلعه وسط طب يعمل حتى اسكيليتر يعني المهم طلع بقى لحد السماء الأولى وطبعا زي ما انتم عارفين السماء لها بواب بتعجبني قوي زي ما انتم عارفين اللي بيقولوها الشيوخة عارفين منين يعني او مسلا يقولك يجي يقولك ايه ده شكله زي الملايكة انت شفت الملايكة انا هعرف الملايكة يعني تجي تشبه لي حاجة عشان توصفها لي توصف لي حاجة انا اعرفها بحاجة انا ما اعرفوش يعني يقولك ايه الود شكله شبه الملايكة وانا شفت الملايكة فين عشان توصف لي بيها وتشبه لي بيها كل سم الغباء او يجي يقولك ايه الود ده زي الشيطان انا شعرفني كل سم الغباء ده شكله ايه ولا بيعمل ايه يعني دايما يشبه لك الحاجة اللي تعرفها بالحاجة اللي ما تعرفوش كل سم الغباء يعني زي ما يقولك الجنة وجهنم والنجم الطارق حاجات في الغباء سم الغباء عايز توصف لي حاجة ووصف لي بحاجة عرفها مش تشبه لي حاجة ما عرفوش ما علينا فايه قالك بقى ايه طلع السماء والسماء ليها ليها بقى ولا بقى فيه جرس ولا انتركام ولا كاميرات ولا اي حاجة وبعدين يعني انا مثلا انت بتقول ان محمد ده اهم كائن تخلق في التاريخ اهم كائن تخلق من منذ الازل و الى الابد انا لو جاي لي ضيف وانا مثلا في مبنى او في عمارة او اي حاجة وجاي لي ضيف مهم مش يسيب خبر على البوابة ان هو جاي مش يسيب خبر على البوابة ان هو جاي مش يقولهم لما يجي فلندا تستقبلوك لا الباب مقفول وجبريل اما خبط على الباب فالملائكة بقى من جوه قالوا مين مفيش بقى حتى مفيش عين سحرية حتى في الباب بتعجن مفيش اي حاجة حتى خرم يبص منه حتى فمن جوه دوا خبط بره فمن جوه قالوا مين قالوا انا جبريل قالوا معك حد قالوا معي محمد قالوا قالوا اوقات بوعص او محمد بيتبعص طبعا قالوا اي وما بيبعصوا به ما احنا جايبينه عشان بعصوه طبعا فهو كان بيعاية عشان لسه بعصينه فجبنا فطبعا يعني مين جبريل معاك حد محمد هو حد ما يتفاجئ هو محمد بيتبعص فانا لو حد جاي لحد مهم قالوا هسيب لهم خبر قال لهم في واحد مبعوص جاي اول ما تلاقوا واحد مبعوص داخل عليك ودخلوا هولي عالتو ويقول لك محمد ده هم واحد في الكورة المهم ففحوا الباب بقى ووقف بقى الملايكة كلها كل الملايكة بتاعت الدور الاول ووقفوا يرحبوا بقى ايه بصلى على سلم وهو جالك هو وهو جالك هو هيسة بقى المهم ام داخل بقى صلى على سلم عالدور الاول ايه لقالك مين قاعد بقى انفخت جوه عم آدم قاعد وحواليه ناس كتير اوعى على اليمين وناس كتير اوعى على الشمال وهو قاعد زي اللهبل يبص يمين يدح يبص اسمال يعاية يرجع يوم تانى يوم بصص يمين تانى يدح ما انت شفتهم قبل كده او اتحكت برضه يوم بصص الشمال تانى يوم معاية ما انت شفتهم لسه شايفهم قبل كده بار يوم معاية تانى يقولك اشده يلسعني طب تشده ليه؟ عشان يلسعني هو نفس الفكرك قاعد آدم زي العبيد من ساعة لما بقى له ألفات السنين اوه لحد الوقت وهيقعد كده لحد اخر نهاية الكون بيعمل ايه بقى في الجنة في الدول الاول يبص يمين يدحك ويبص اسمال يستجق تانى عاية تانى فصلع سلم قال لي جبريل ايه؟ هي عم اللي بيعمله عم ادم عبيطة ده فجبريل رد عليه بقى الرد المبهر قال له بص ابو حميل اللي قاعدين على يمين جبريل دول اللي قاعدين على يمين ادم دول دول جرية ادم اللي من اهل الجنة واللي قاعدين على شماله دول جرية ادم اللي من اهل النار جرية ادم اللي هي من ادم لحد دلوقتي لحد الى نهاية الكون يعني ما تفهمش ادم عارف منين ان دول من اهل الجنة في حاجة اسمها حساب في حاجة اسمها عقاب ما تفهمش اللي ماتوا دول اتحسبوا خلاص ولا ما تحسبوش واللي هما لسه متلقحين في القبر بالتعبال اللقرع بقرصهم من اللقرقهم اللي لسه جايين دول ما لسه متولدوش مادم ادم شايفه ما تفهمش ايها التلم فالناس قاعدين حوالين ادم دول هنا اهل الجنة وهنا اهل النوع ويبص للدول يضحك ويبص للدول يعاية يعني انا قاعد دمه دلوقتي على السمال بيعاية علي مع ان اساسا المفهول ان انا قاعد بطف على العم بالمهم ام محمد رايح مسلم على ادم ام ادم اهلا قال له اهلا يلو حمك وغور من وصير ام جبريل واخد محمد صلى الله عليه وسلم ثاني خبط على الباب قال له مين قال له جبريل معك حد قالوا معي أم ها وبعص قال له اتبعص ام وفتحين الباب ورحبوه كل دور كل دور لي باب لوحده وكل دور بيعرفش ان محمد جاي وكل دور بيسأل نفس السؤال وكل دور جبريل بيقول أن محمد اتبعص فأم دخل على الدور التاني فدخل بقى محمد الدور التاني لقلك مين بقى لقلك عيسى ويحيا اللي هم عند المسيحين يسوع ويوحان قالك بقى عشان دولوا لاتخالة فحطوهم في نفس الدور وهنا بقى في المكان ده عيسى قاعد بجسمه يعني في محمد شاف جسم بني آدم قدامه عنده 33 سنة قاعد في الحتة دي اللي هي خارج الكون وخارج الزمان وخارج المكان وكل الهبد اللي بيهبدو ده في المهمرة قال لهم سمع لكم فعيسى ويحيا قالوا له أهلا برحمك وقام ماشي ما نعرفش بقى هو بيتحرك بين السماوات دي فيه سلم ولا فيه اسكليتور ولا جبريل ما تفهمش بس يعني ما قال لناشي بس غالبا بيطلع بقى فيه سلم عندهم لان ربنا ده نتن ومستحصر يكب أسانسير ولا حاجة أم طالع السامة الثالثة خبط أو قد نوعس ودخل لقى مين بقى لقى يوسف يوسف الموجزة بقى بتاع فرعود وهنا قال لك ايه بقى ان محمد لما حكى القصة دي للصحابة أول حاجة تنموز بقى بأي حاجة ما سألوش بقى كانوا تحركت زي ولا الملايكة اللي فتحولوا الباب دول شكلهم ايه ولا ايه ما همومش كل التفاصيل ده ولا طلعت من الدول ده للدول ده ازاي ولا اي تفاصيل من التفاصيل دي همت كل من الدول هموهم بقى هلوله هو يوسف ده شكله ايه كنموزة كده زي ما كانوا بيقولوا عليه ولا لأ يعني كان ليه حق البيت امرأة فتفار دي تيجي عليه ولا ايه نظام فقال لهم يوسف ده مزج المزاميس يوسف ده خد نص الجمال اللي في الكون وهنا اختلف العلماء يعني ايه يعني ايه يوسف خد نص الجمال اللي في الكون يعني اجمل من الرسول في حد في الكون ده اجمل من الرسول بالكحل اللي في عينيه كده بالبشتة اللي في وشه بيسناله المواقعة بشعر المحني المدفر بالامل اللي في فرصه فيه اجمل من الرسول فطبعا العلماء قالوا لا يوسف خد نص الجمال يعني مش الجمال اللي في الدنيا هو خد نصه لا لو قلنا نسبة الجمال عشرة هو نسبة جماله خمسة انما الرسول نسبته عشرة لو قلنا نسبة الجمال مية هو خمسين في المية انما الرسول جماله مية في المية انتوا هتحدثله ولا ايه في حد اجمل من رسول ده الرسول اجمل واحد في الكهو فلما الرسول قال ان يوسف معه نص الجمال يعني نص يعني 50% جماله مستوى 50% انما الرسول جماله مستوى 100% بدليل ان يوسف مرد فرعون زي ما هم المسلمين بيقولوا كانت هتموت عليه وجابت النسوان والنسوان لما شفوه قاعدوا قطعوا في عرقهم ان لما محمد لما شفته قالت له هتهب مش عارف الملكة نفسها للسوقة مش مهم يوسف مرد فرعون هتموت نفسها عليه ودي تفت عليه في وشه لما قالها راح قالها هديني نفسك بيدي نفسك مش مهم يوسف النسوان لما شفوه قطعوا عرقهم وكانوا هيموتوا نفسهم إنما محمد النسوان بترجح لما بتشوفه مش مهم بس يوسف عنده نص ومحمد عنده كل علشان مفيش حد زي محمد من الآخر كده ولا الله قالت نفسه 80% من الجمال إنما الجمال كله 100% محمد قالت أقل من محمد فعايزين يوسف بقى يبقى زي محمد لا يوسف 50% قالت 80% محمد 100% كل حاجة في الدنيا أقل من محمد كل حاجة أقل من محمد عايز تقول حاجة اللي هو الحد الأقصى اللي تقيس بيه بتقول محمد على طول يعني مثلا عايز تقول مثلا الشجاعة تقولي أسجع واحد في الدنيا 40% محمد هو المقياس هو اليونت اللي هي اللي أنت بتقيس بجزء منها المهم فالصحابة ما كانت سهمهم أساسا الرحلة دي كلها غير أن هم أن يعرفوا يوسف ده شكله إيه غير أمة أخرجت لله المهم قام بقى لما محمد طلع الدور الرابع ده ولقى يوسف المز ده قال السلام عليكو يا وميليا آمر فيوسف بصله كده بقلاطة قال له أهلا وقام ماشي محمد طلع بقى الدور الرابع خبطوا فتحولوا ودخل لقى مين بقى تقف الدور الرابع لقى مين إدريس قال له إزايك يا عم إدريس قال له إزايك يا رح أمك وقام طالع السامة الخمسة مخبط وقد بعث ودخل ونفس القصة فلقى في السامة الخمسة مين هاروم أم قال له إزايك يا عم هاروم قال له إزايك بجين أمك وقام طالع السامة اللي بعدها السادة أم مخبط لقى موسى مش عارف ليه موسى وهاروم مع نسبة عمر طبع موسى وهاروم اخوات يعني قال لك عيسى قاعد مع قريبه ليه ما عايتس يدور مع بعضه وكان وفر دور معلي فتلع خبط لقى موسى قام داخل على موسى قال له سلفولي يا ابو المواميس قال له سلفولي يا ابو المحمد واما عايت قال له ليه يا ابو المواميس بتعايت ليه قال له معاي الليمة زيك هيطلع على الدور السابع وانا مطلعتش الدور السابع انا موسى بجلالة قادري متلقح هنا في الدور السابع ومسعرف اطلع ويجي ود جربان زيك من الصحراء يطلع على الدور السابع قال له يا عم ما تزعلش يا ارزاق قال له يعني عايز رمة زيك فيه ناس من امتو يخصوا الجنة اكتر من الناس بتاعتها يعني الناس بتاعتك يخصوا الجنة اكتر من الناس بتاعتها معين المفروض ان المسلمين بيطلعوا زي الليباو يقول لك ما هو موسى ده كان مسلم وبيدعو للإسلام وكل اللي أمن بموسى مسلم وكل اللي أمن بعيسى مسلم شرميه شرميه ما عليه فأم محمد مطبطب عليه وقال له ما تزعلش فأم موسى قال له يالله غرب روحهم مكسوف هتعملين المهم أم محمد ضارب بقى طلع على السلم يعني ايه مش قادر يطلع بقى طلع بيجر في رجليه لغاية لما وصل ايه السماء السعر وأما خبط لقى ايه الملكة بقى فتحوله وبتعويلها 30 دخل لقى إبراهيم قاعد إبراهيم قاعد سانة ظهره كده ومربع على البيت المعمور قال لك ايه البيت المعمور ده بقى قال لك البيت ده كل يوم يخص فيه 70 ألف ملائك يدخلوا وما يجعوش تاني لغيره قاعد قيام الساعة يعني كل يوم لك أن تتخول فيه كام ألف ملائك بقى في الدور ده 70 ألف ملائك في اليوم منذ الأزل إلى الأبد ما فيش حد بيخصه مرتين إيه المعلومة دي أهمية ما تفهمها يعني المعلومة اللي نفهمها منه إنه هما الملائكة دي في الدور السابع دول كتير قوي بس استفدنا إيه ماذا؟ ما عشمها ما إحنا استفدنا إيه ماذا قد أكونوا معا؟ ما عليها ليه بقى؟ البيت المعمور ده ده كعبة بتاعة السماء ما هو فيه كعبة بقى في الأرض ودي كعبة اللي في السماء يعني الملائكة بيروحوا يحجوا القوة في في البيت المعمور ده بس كل واحد يحج مرة واحدة والبيت المعمور ده بتاعة بالمائد في النهاية اللي في السعودية دي اللي في السعوديةدي دي يعني كان الكعبة تلف كده الأرض تلف حوالين نفسها البيت المعمور بيلف معها تلف حوالين الشمس الشمس تتحرك منين ما تتحرك الكعبة دي؟ البيت المعمور ده وراء دي معلومة مهمة تروحوا تقولوها للناس اللي عمالها تقولي الحاجات اللي براك كون واللي جوه كون والله اللي بيتحرك والله اللي ما بيتحركش والسببية والأرتلة دي البيت المعمور الكعبة اللي في السماء اللي سانة فوقيها ابراهيم بالضبط فوق الكعبة بتاعة السعوديين بتلف بقى مع الارض وتلف مع السماء يعني تلاقي ربنا قاعد فوق بيرجع دلوقتي كو السم المخمضة هو قاعد فوق الكعبة دلوقتي العشر بتاعه فوق الكعبة بتاعنا تلف بقى الارض حوالي نفسها تلاقي العرش بتاع ربنا بيلف تلف في الأرض حوالي الشمس وتلاقي العرش بالطلقة عبر Stock اذا تحرك المجارة انا تلف معها المجارة تتحرك في الكون معها الكون يعني معها هو آية في الله مكان و الله زمان في الحتة العجيبة اللي بتتحدثوا فيها والله الموجود الذي قد على العرش ده اللي هو موجود في كل مكان وسمعلية زمان ونزدعوا بالمكان ثم ثم من مساولise تطور على زمان الناس اللي كانoit تتناقش إذا كان الله يتحرك وإذا لم يتحرك الدليل هو الله قاعد على العرش الذي عند البت المعمول هو قاعد على الكعبة يتحرك معه ويرجع يعني قاعد على العرش العرش أعمال يلف مع الأرض والأرض يلف مع الشمس وكل اتنين خوالات ميكوا بعد إنقوا بالعرش يتهز يعني طلعاً دين أمه الله طلعاً دين أمه في الحيث التي هو فيها بيلف ويتهز ويترعش ويتعمال يرجع طول النهار وإثباته هو إثبات من العلمي أكاديمي أنا بتكلم بالعلم وكلام أكاديمي الرسول شاف القلط وقعد فوق الكعبة وطول الوقت ثبتها فوق الكعبة الكعبة تتحرك كده يتحرك معك تلف تلف الأرض كله ويرجع بقى واللي مش مصدقني يرجع فيه حديث بيقولك لو خر البيت المعمور لا سقط فوق الكعبة يعني لو وقع كده هيقع فوق الكعبة لو العرش وقع من العيالة اللي شايلينه ليقوله مش حرف كم هيقع فوق الكعبة قلط مرمي فوق الكعبة كده مفشخ فوق تمثال الكس اللي في الكعبة ده وتلاقي قلط مرمي فوق كده عشان بس ما ترجع ستقوله الله يتحرك ولا ما يتحرك اهو قلط سوف الكعبة بتتحرك فين هتلاقي قلط فوق وطبعا كالعادي اختلف العلماء فيه علماء قالوا ان في كل دور فيه كعبة يعني فيه سبع بيت معمور كده كعبة في السبع سماوات فوقيهم على طول العرش بتاع قلط وفيه ناس قالت لا البيت المعمور ما جاء جاث ما حدش جاء سيرته غير في الدور السبع فالكعبة البيت المعمور ده في الدور السبع واختلف العلماء واختلفات العلماء ايه اخ فانا ايه ابراهيم قعد مفخد في السماء السبع وساند كده على الكعبة بتاع السماء السبع فقال له ايه برهومة زاكة ابو البرهيم فقال له زاكة ابو حميد امانة عليك يا اخو ابو حميد تمثيلي على على امتك سلملي كده على كل المسلمين وقال لهم ان الجنة جميلة وارضها جميلة والمية في الجنة جميلة عايز تزرع اللهم بقى لو عايزين تزرعوا في الجنة عندنا اربعة انواع yourselves بسبحان الله والشجرة تزلعها في الجنة بالله هو أكبر والشجرة تزلعها في الجنة بالحمد لله وشجرة تزلعها في الجنة بلاقي لها إله الله شوف أنت الأنواع التي أنت عايزها وكل واحدة من دول تقولها تزلع بقى شجرة في الجنة تطلع بقى تلاقي فوق ما زارع عندك بقى المهم جيه بقى إيه بعد كده محمد داخل طالع بقى خلاص على ايه على السطوح على سدرة المنطق فلاقى ديبريل وقف قال له ايه يا عم ديبريل هتستوطى ولا ايه هتعبتوا ولا ايه هنا يفرج الخليل خليله قال له لايه يا عم كل واحد فينا ليه مقامه انا اخرين ما قدرش اكمل بعد كده ده المقام العالي بقى للناس اللي زيك العظيمة اللي زي محمد صلى صلى انا مقامي هنا لو انت لو تقدمت لا اخترقت يعني لو لو دخلت هتخص كده زي ما انت بتخص في النسبة انما انا لو تقدمت اكتر من كده هتحرق ما تفهمش هو مش جبريل كان بيروح لربنا ويجيب منه المعلومات والاوامر ولا كان بيجيب الكلام من اين ولا ربنا كان بيقوله في ادنه مش رب جبريل ده كان رايح جاية عند ربنا جيه هنا بقى محمد هو اللي يروح وجبريل ما يروحش ونسه قدامها نشوف ان في ملايكة عادين فوق في سلدة المنتقى ومخولي ان جبريل ده رئيس الملايكة والكبير واجعص العيس فيهم هو وزير الداخلية الملايكة اللي عادين من فوق ما يجررهمش حاجة إنما جبريل لو رح هناك هيتحرم وهو كان بيروح قبل كده وقال ما عنديش جبنة وكان عنده جو الصم الهبل المهم طلع بقى صلع سلم عند سيدة المنتقى عند قلط لقى سيدة المنتقى تي بقى ايه السجرة 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 العظيمة قالك بقى السجرة دي الثمرة بتاعتها قد الجرة ما هو يعني غالبيا ما شافت بطيخ مستورة أكبر حاجة شافها في حياته كان عنقود العنب وقال لك ورقة الشجر ورقة الوحدة في شجرة سجرة المنتقى دي قد ودن الفيل جربان ياسور جربان إله جاهل ما شافش شجرة موز أساسا ودن الفيل عمره ما شاف شجرة موز في حياته وطبعا كالعادة اختلف العلماء هي ليه اسمها سيدة المنتقى معلومة فشيخة فشيخة لو معرفنا هاش العيال هتموت بالسرطان قالك يعني أحد الأراء قال إنها اسمها سيدة المنتقى عشان هنا ينتهي إليها علم الملائكة ومحدش راح بعدها غير صلع سلم ما فيش يعني يعني ملائكة ما حادش عنده معلومة إلي بعدها غير صلع سلم وفيه ناس قالك لأ ده هنا دي سيدة المنتقى علشان هنا مكان اللي ينتهي عنده كلام اللي جاي من عند قلط ينتهي هنا والكلام اللي جاي من الأرض ينتهي هنا هما بيقعدي اللي هي الهتة اللي بيلتقوا فيها يعني لآخر نهاية الارتقاء ما بين اللي جاي من الملائكة واللي جاي من قلط المهم الرسول بقى أول ما ترغع بقى إيه عند سيدة المنتقى سمع الصوت سموه صريف الأخلام اللي هو إيه قلط ده نتي يعني المادجت بقى عنده ما خلقوس لأيجيب لهم بقى آيبادات ولا ماكسوس سيرفوس ولا حاجات كده جايب لهم ورق وقلم وياليت ورق وقلم نضيف لا جايب لهم ورق عارفين ورق الورق الحكومة اللي شبه ورق اللحمة بتاع زمان ده وإلام كوبيا بتعمل صوت اللي هو بقى ما تيجي تكتب بقلم جربان كده على ورق جربان فالورق بيعمل صوت اللي هو بيخليك تأسعر كده فكان الملايكة بقى يعيني قاعدين وبيكتبوا بقى بالورق والإقلام اللي عملين يعملوا الصريف ده إله نيتن نيتن مستخسر تجيب لهم إقلام نضيفة ولا ورق نضيفة مش هقولك إيباجات ولا بتاع فالتدع بقى سمع الصوت ده إيه الصوت ده؟ قال الملايكة بقى قاعدين بيكتبوا الأخضار بتاعت الناس طب افرد إن ملايك غلط بيبقى جنبه أستيكة ولا جنبه كوريكتور ولا إيه اللي بيحصل ملايك هو بيكتب كده غلط في حاجة بيقى يصلح في كوريكتور فيه أستيكة بيعملوا إيه يعني عاديين بقى بيكتبوا أخضار الناس على ورق جربان وإلام جربان وهيعملوا إيه بقى بعد ما كتبوهم هيودوهم فين كتب الأخضار دي يعني عايز أفهم هو قاعد كتب إن الأديان في الغيف هيعمل الفيديو اللي بيسف فيه على الإسراء والمعرض وكتبها في القضاء ودها المين بقى ولا راحت فين بعد كده يعني إيه خط تصير الحاجات دي عشان تتنفذ وهما بيكتبوا ليه يعني ما تفهمش شخص متخلف أهبل برجالة طالع يهارتل على ناس من 1400 سنة والمفروض إن في ناس دلوقتي مقتنعين بيه فالإله الرمّة بيديهم الإعلام رمّة يكتبوا على ورق رمّة ومش عارفين هيعملوا إيه بالكلام اللي هم ما كتبوه ده ومقتلع محمد بقى سمع بعد ما اقتلع سمع بقى صوت الحاكم بتاع الإعلام وقال لك إيه بقى الله تقدم محمد في الطلعة دي تلع الحاكم قال لك أول حاجة ده له خواتيم صورة البقرة اللي هو مش عارف لو قررتها كل ليلة تبعد عنك الشر وتبعد عنك الحسن وتجيب لك الشرامي الحاجات ده له قال لك إيه بقى إن هيغفر للناس اللي في أمة محمد اللي ما أشركوش بالله لو أشركت بالله هتاخده بقى ما فيش غفرة إنما لو ما أشركتش بالله هيغفر لك المقحمات المقحمات اللي هي إيه بقى المقحمات دي دي الحاجات اللي بتقحمك بتخليك ابنك رحمة فأي حاجة هتخليك ابنك رحمة وتقحمك الجهنم دي قلت هيغفرها لك علشان خاطر كل سم محمد ثالث حاجة ده له قلت هي الصلاة الخامسة المهمة قال لك محمد ده وهم وهو في عند سلدة المنتقى بقى في المنطقة اللي هي اللي ممنوع الاختراب والتصوير دي شاف إيه بقى سبحان الله شاف أربع أنهار اتنين بينين واتنين مش بينين مين الأنهار دي بقى قال لك النيل والفراط وسحان وجحان يعني النيل اللي بتشخه فيه وبترمو فيه الحيوانات الميتة يعني اللي هو اللي يشرب منه يموت فورا ده أصلا من الجنة يعني ولا محتاجين تروحوا بير زمزم ولا الأرف ولا ومش من الجنة بس قال لك ده إيه قال لك النيل والفراط دول خارجين من أصل سدرة المنتقى يعني خارجين من من خرم تيس سدرة المنتقى جاي لك النيل ده مباشرة ومش من الجنة بمليان بقى كل الحاجات اللي نفسك فيها ولا زمزم ولا نيلة والبشر اللي بتهس عليكو وتقول لكو السببية والمسبب والمسبب الأول ولازم يكون بيتحرك ولازم يكون ما بيتحرك ودلهم الكلام إن النيل أساسا خارج من عند الله من المكان اللي هو بتكلمه عنه اللي هو مش موجود في الزمن والمكان ولي طبق عليه وما ينفعش إنقول عليه موجود ومش موجود وما ينفعش إنقول عليه michael وأما يتحركش... ما ينفعش نقول عليه وما ينفع ش إنقول عنه تيسilloة لا ده النيل جاي من هناك أساسا وسبحاً الله سدرة المنتقى ما تفهم نا� swap استعم أثرف حتى في الحكاية دي أنك أنه هو خارج من سيدة المنتج جبريل عمل مع نفس الحركة بس يزود جاب له ثلاث كسين واحد فيه خمرة واحد فيه عسل واحد فيه لبن قال له تاخد آني أم سبحان الله العظيم محمد أم مختار اللبن صدقت فجأت يعني إيه زكاة اللي فيه محمد ده يعني أي حد كان مكانه لأ اللبن نفع المرة اللي فاتت وجبريل قال له برافو هيوم اختار حاجة تانية للمرات بتبهرون بزكاء محمد مفيش أسكة منه فاختار اللبن تفتكروا إيه اللي حصل جبريل قال له تخيل بقى لو كنت اخترت حاجة تانية ما كنتش اخترت الفترة يا محمد يا صايع يا أمنا الصايع انت عارف انت عارف لو كنت اخدت الخمرة كانت أمتك كلها تفشخت المسلمين كانوا ادعكوا قال يعني هم دلوقتي حلوين أو يعني دلوقتي ما ادعكوا شريدوا كان اختار الخمرة وخلاهم بقوا زي أمريكا ولا بقوا زي ألمانيا لما تشوفوا محمد يبقوا تففو في وشه وقالوا له ما خدتش الخمرة ليه ما خدتش الحبائي الحمرة نزل بقى محمد للسنة السبعة تفع على أبراهيم ومنازل على السنة السبعة فلاقى مين قاعد لقى موسى فموسى قال له خوري قال لك صلي كم صلاح موسى عارف بقى ان ايه ان محمد طالع عند قلط عشان ياخد قلط يقول له يصاله كم صلاح فمحمد قال له خمسين فموسى بقى قال له ايه انت حمار وقلط حمار أمتك لا تطيق خمسين ايه عم دول بيصعوا بقوموا منهم بالعافية دول مش عايزين يشتغلوا بيشتغلوا حرامية تقول لهم صالوا خمسين انت بتهرج ده بالعافية بيقوموا كل واحد يقوم يقتل واحد عشان ياخد مراته وفلوسه ويرجع يتلقح في البيت قال له ميسى اروح اقول لقلط ويمكن الله تخفوهم علي شواء فقام طالع عند ربنا ما تعرفش بقى رجله خدت على المكان خلص يعني بقى اكنه قاعد في القتيل بتاع خلته يعني وهو طالع بقى قال له ان هو خبط على الجنة السبعة ولا حد من الملايكة فتح له ولا ما فتح له ولا ما جي طلع عند اللط خبط على الباب ولا اي حاجة رجله خدت ده على المكان يعني قاعد نزل في السماء السادسة فموسى قال له لا ده كده خمسين كتير امطلع عند اللط قال له خمسين كتير اما اللط قال له خليهم خمسة واربعين امنازل عند موسى قال له كتير همطلع عند اللط همقال له خليهم أربعين وطلع نازل سبعين مرة لكنه طلع نازل في بيت امه ما فيش حد بيقوله ولا رايح فين ولا جايم لي ولا ببان ولا ولا خبط على الباب ولا مين معاك جبريل روح خلاص نعم وجبريل هيفضل طلع نازل كل ده ده هدت حيل يابا وجبريل بيشوته ميت جناح مش قادر يتحرك يا عيني مش قادر يبشي من ريش اللي هو فيه فخلاص بقى محمد مننا وعلينا كده وبتحرك بقى بين السماوات براحته وطبعا اختلف العلماء فيه علماء قالوا ان كل مرة يطلع لقلط قلط يقلل هم له خمسة وفيه علماء قالوا انه كل مرة يطلع لقلط قلط يقلل هم له عشر وطالع نازل طالع نازل لحد لما ايه خلاهم خمسة وقلط قالوا ايه بص خلاص حبيبي انت حبيبي ده انت محمد انا اهوانا اهوانا اعملت غير محمد انا خلفت غير محمد انت حبيبي انا خليهم لك خمسة بس اجرهم خمسين ولا تزعل ولا تعاية وانزل ونيك ومبس عايز تنيكني عايز تقتل قتل اي حاجة انت عايز عايزهم يبقوا خمسة خليتهم لك خمسة بخمسة في الاداء بس خمسين في الاجر يصلوا خمس صلوات الخمس صلوات دول بخمسين صلوات ولا تزعل وبقت على كل يوم ومش بس كده علشان ما تقول ما تقولش ان انا مكرمت الصلوة من دول لو صلتها في جماعة تبقى كنها سبعة وعشرين خد بقى خد من عند الله وفرح الصلوة بعشرة ولو صلتها في جماعة ام عشرة دي الوحدة منها بسبعة وعشرين ولو صلت في البيت الحرام الصلوة الوحدة بمئة الف ولو صلت في مسجد النبي اللي هو انت اللي هو هيتعامل بعدين الصلوة الوحدة بألف وهبد هبد يا عمه بفلوس كلام بفلوس قول اي ارقام وهيس الصلوة بخمسين ولو في جماعة بسبعة وعشرين وفي البيت الحرام بمئة الف لو في المسجد يا عمه قول زي ما انت اهبد عيش واللذيذ بقى ان هو نزل تاني وابراهيم قاعد في النص بقى كل ده خلاص ما بقاش عبر بقى محمد رايح جاي قدام اربعين مرة ما بقاش عبر نزل بقى لموسى فموسى قال له ايه ده خمسة كتير فمحمد قال له لا تكسر بقى انا بستحي ده الراجل عامل كده معايا يعني شوفوا انتوا بقى لو انتوا مستقطرين لخمس صلوات دول روحوا بقى لما تشوفوا محمد بقى سادة المنتهب وتفوفوا عشان انت مكسوف تفشخنا خمس صلوات في اليوم وتصحينا في الفجر وتطلع ماتين ابونا وتطلع كده فوق كان خلهم لك صفر صلوة بخمسين صلوة والصفر اه لو عملتوا جماعة يبقى بسبعة وعشرين ولو عملتوا في المسجد الحرام يبقى بمئة الف صفر انا اسمعت مرة واحد المسيحي المؤمنين دول الدين يخليهم بهاية بيتكلم ايه يقولك الثلوث انتوا واحد بيقوله يعني انا عابو التلاتة الاب والابن والروح القدس قال له انت حمار انت ما بتفهمسه انت المفروض يرجعوك ابتدائي تاني الاب والابن والروح القدس مش واحد زاد واحد زاد واحد يساوي ثلاتة لا ده واحد في واحد في واحد يساوي واحد الاب والابن والروح القدس لما تجمعهم تجمعهم بحاصل الدرب ومش فهم يعني ايه درب ومش فهم يعني ايه درب ان الدرب ده تكرار يعني حاجة من توسقك تصمي الغداد ولقوا ايه اللي غيزني ايه يعني هو اساسا وبيقولوله يا دكتور معرفش كان دكتور ايه يعني لو رجعون ثانية بتلاقي هيساوي ومع ذلك بيكلم لقدامه بمنتهى العجرفة ويقوله انت انت المفروض يرجعوك المدرسة تاني وبيكلموا كده بمنتهى ايه اللي تقلب ليه علشان ازاي تقول ان الآب زائد الابن زائد الروح القدس يتقالوا واحد زائد الوعد على الوقت المفروض يقولوا واحد في واحد في واحد يجينا واحد بيبقى بحس ان الشخر هو افضل وسيلة للتعبير ما علينا نرجع للخارة اللي احنا كنا فيها محمد قال له ايه بقى لأ انا كسفت خلاص بقى كفاية كده وتعبت بقى طالع نازل ده فرهبت دي عم ايه الرحلة دي ونزل بقى ما نعرفش بقى ما عدش فهمنا بقى بنزل ازاي ولا عد على دورة اللي فاتت دي تاني ولا لأ وبعدين راح لقى البروك مربوط ورجع اما روح معرف ناس برضو جبريل رجعوه ولا ما رجعوه ولا رجع معاه ولا لأ وما نعرفش لما رجع دخل بيتهم من السقف ولا من الباب وبعدين السقف اللي كان مفتوخ ده جبريل لحمه تاني ولا ما نعرفش المعلومات دي وبعدين بعد لما رجع البروك بقى روح ازاي ولا ربطوا في الخيمة حد ما جبريل خده ما عرف ناس ودي طبعا المعجزة اللي المفروض هؤلاء المهندسين والعظماء وهذا الشخص اللي كان بي بيناظر مهندس عبقاري كده زي المهندس عمر المفروض انه بعد بقى ما يفحم بقى المهندس عمر كده ويقنع المهندس عمر بوجود قلط يقنعنا بقى بالرسالة وبالنبي وبالرسول والدين بالمعجزات اللي هي اللي احنا حكيناها دي ناس مضيعة وقتها بالساعات علشان يستخدموا العلم علشان يثبتوا الجهل ناس مش بس ما بيقدموش علم لا دولوقفين في طريق العلم يعني مش بيساعدك وبيزوقك لا ده يوقف في طريقك بيعطلق زي الرجل بتاع الساندوشتات اللي كان نجايبه الدكتور زوربول زعلانين قوي الخنزير العلاجات اللي اتعاملت يعني اي بني ادم اللي بيتكلمه مطلعين دين ابونا بالسببية والكون وخارج الكون والوقت والهرسالة اللي بيعود يقولوها دي وعلم الكلام شوف العلاجات اللي اتعملت من الخنزير قد ايه وخارنها بالعلاجات اللي اتعملت من العسل والحبة السودة والبول البعير ونخامت وبول الرسول ومية زمزم ده بالعكس ده دي حاجات بيجيب امراض العسل ده بيجيب لو حد عنده سكر ولا بيجيب السكر بول البعيد ده يموتك مية زمزم دي ممكن تموتك الخنزير ده تتعامل منه علاجات وبيتعمل عليه تجارب تسعين في المية من تجارب الأدوية بتعمل على الخنزير علاج وانسلين ومش عارف ايه وأدوية وحاجات بتعمل الخنزير ده يقدم للبشرية يعني مش فاهم دكتور جورش بول الكلام على العاجات دي هو بقدرة بالكلام ده بس يقارنها بالحاجات اللي انت بالعسل والحبة تقولك وبول البعير والخمط الرسول ومية زمزم والحاجات دي وقفين في طريق العلم ويقولك الدليل العلمي ان فيه واحد دخل على الرسول قال له مش عارف ايه فالرسول قال له مش عارف ايه واحد دخل على الرسول قال له مش عارف بطني بتجعله قال له اسرب عسل ده الدليل العلمي تيجي تقوله ايه دليلك على ان العسل ده بيعالج ولا ان الحبة السودة دي بتعالج يقولك الدليل علمي ان فيه واحد راح للرسول قال له خد الحبة السودة فبقى سطر الدليل علمي ان واحد دخل على الرسول قال له اشرب بول بعير فبقى كويس واحد دخل على الرسول قال له ادي لابنك لبن ولا مش عارف ادي الواد لبن راح قال له الواد ما خفش قال له بطن بطنه هي اللي بتجذب انما صدق رسول الله اللي هو للدليل العلمي الأكاديمي الرسول قال حرم التبني فالشوارع اتملت عيالك أطفال شوارع وشحاتة وبهدلة وعيال بطلعان تلاتة جين أبوها كلهم بطلعوا مجرمين نقل الأعضاء حرام فبقى فيه سرقة أعضاء والناس بتتقتل عشان تتسرق أعضاءها هو رايب لسه فيه حد غالبان في مصر نعرفه ابنه كان غالبان وكان عمال يكلم مراتي عشان تساعده في عملية في القلب وحاجات كده من حوالي سنة ولا حاجة وبعدين لقنا بيتصل بيها وبيبعت وبيقول لحقوني خد ابنه للدكتور ابنه تعب وراح بعد كده للدكتور حكة تانية يعني غير اللي عملت له عملت الواد الصغير عملت القلب ما لقاش كده لا الواد عنده كلية واحدة لحد احنا يعني حد ما معرفه يعني حد نعرفه غالبان ابنه غالبان كان هيموت بالقلب عملوله عمالية القلب وخده منه الكلة ولا يعرف ولا يعرف لما راح في حاجة تانية بعد مدة عشان واحد شرموت لابو يقول لك استان دا وشتاك ونقل العدو حرام والعلاج اصلا العلاج اصلا حرام ولاد ستين واسخة واحد يلاق كليت ابنه العيل الزغيرة تين يعني تفل صغير كليت ابنه تسرع عشان الحيوانات دول محرمين كل حاجة وهنا يأتيني قول ابو الطيب المتنبي قال ايه قوم اذا مس النعال وجوههم شكت النعال باي ذنب تصفع وفي قول ثاني طبعا الاشهر يقول انا دانا انا دندن يلا قصدين ابوك